إلى إمارة عجمان وتحديدا مدينة ثومبي الطبية حيث شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس العالى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان حفلة خريج الدفعة التاسعة عشرة من جامعة الخليج الطبية الدفعة الأكبر في تاريخ الجامعة والتي تضم أكبر عدد من الخريجين الإماراتيين شملت الدفعة تخريج أربعمائة وتسعة وثلاثين طالبا والطالبة ينتمون لثلاث وأربعين دولة في مختلف التخصصات الطبية